أهلا بيكم مرة تانية عارفين جزء من الاستكمالة للمناقشة اللي كنا بنتكلم فيها أنا وزميلاتي على مسألة الدولة ساعات كتير جدا بيبقى كلنا كلنا يعني بيبقى في عندنا اختلاط في بعض المفاهيم عامل زي بالزبط كده ايه؟ مثلا حد يقولك النظام في مصر وهو بيتكلم هو بيقصد هده النظام اي سدة الحكم او السلطة التي تحكم حلو؟ طيب اللي يقولك كده اعرف انه ابيض يا ورد اشطب غلط كلمة النظام السياسي في اي بلد لو فتحت اي كتاب كده 101 مبادئ علم السياسة يعني في اي حاجة في اي مؤلف يطلع بريطاني فرنساوي امريكاني ايطالي هيقولك انه النظام الحكم هو وجهين اي السلطة الحاكمة زائد الاحزاب سواء اذا كانت معارضة او مولاة يعني على سبيل المثال لما نيجي مثلا نظام الحكم في المملكة المتحدة بريطانيا طيب ده معناه ايه؟ معناه ان فيه سلطة حاكمة مثلا من حزب المحافظين لكن هناك امامها مجموعة من الاحزاب اكبرها على الاطلاق يعارضها اسمه حزب العمال البريطاني هنا نظام الحكم هو السلطة الحاكمة اي حزب المحافظين زائد المعارضة او الحجم الكبير من المعارضة اللي هي حزب العمال البريطاني زائد الاحزاب التانية اللي قد تسميها في بعض الاحوال احزاب الاقلية على سبيل المثال بالمناسبة مصطلح أحزاب الأقلية ده كان موجود عندنا في مصر وحصل في فترة من الفترات اقتلاف لأحزاب الأقلية كونوا بيه حكومة أو شكلوا بيه حكومة وده كان فيه ما قبل ثورة 1952 فأنا بس عايز أرجعك على أنه مش عايزك تتوه في مصطلحات لما بنيجي نقول الدولة هو سيادتك المشاهد سيادتك المشاهدة جزء لا يتجزأ من الدولة وبالتالي أنت دايما عليك دور وبالتالي والدور هنا باعتبارك تاني زي ما كنا بنقول إنسان ويتحمل المسؤولية عليه واجبات وله أيضا حقوق خد بالك فما تظنش أنه لما بنقول كده ده معناها أنك أنت ترس في مكانة كبيرة إطلاقا عبد الله رجل يساري جدا لكن المصطلح اليساري بتاع أنه كلنا تروس في مكينة الاقتصاد أو مكينة الحلم الكبير أو حلم الدولة أو الحلم القومي ده بالنسبة لي مصطلح مجرد من الإنسانية جدا ما كنتش طول عمري أحبه ولا حبيته دلوقتي ولا أظن أنا أحبه بعدين لا إحنا كلنا مجموعات قاعدة عمالة بتشتغل لأجل الصالح العام لأجل الرفاع المجتمعية وتاني هكررها هي المصطلح اللي قاله رفاعة رافع الطهطوي في قرن 19 هنا بقى تشوف عبقرية التفكير السياسي في مصر بقالها قد إيه في الدولة الحديثة أنا مش بكلمك هنا بقى على مصر الفرعنة عشان في نسي جي تقولك ياهو كل حاجة تقولنا مصر الفرعنة دي أمجاد سابقة لا أولا ما فيش حاجة اسمها أمجاد سابقة الأمجاد دائما موصولة رفاعة طهطوي كان عنده جملة لطيفة جدا قالك أن يكون الوطن محلا جملة دي لكررتها أكتر مرة محلا أي مكانا للسعادة المشتركة السعادة المشتركة دي ليه يا مين؟ يعني سعادة كل من يعيشون على ظهر هذا البلد على ظهر هذا القطر داخل هذه الدولة فعلشان كده على سبيل المثال مصر كانت جاذبة للجاليات مش للوافدين فيه برضو فرق في المصطلحات الوافد قد يأتي للعمل أو للدراسة ولما تنتهي المصلحة اللي هي شغلانته عقده دراسته بيرجع بلده تاني الجالية يعني إيه؟ يعني الناس دي قعدة مستقرة بتشتغل وبتدرس وبتتجاوز وبتفتح شغل وخلاص الناس دي مش نوية تاخد بعضها وترجع على مجتمعاتها الأصلية أو البلد الأم مش نوي زي كده اليونانيين أما كنا بنتكلم دول مش نويين يرجعوا اليونان تاني هم عايشين هنا مستقرين هنا يعني كان لها واحد صاحبي جدا بنشتغل مع بعض في شركة من شركات الاتصالات الكبرى بعد تخرجي من الجامعة كده بحبة صغيرة فبول ده يوناني مصري لا هو يوناني يوناني يعني أبا وأمنا بول ده جميل خالص كان أي حد يقول له مثلا من باب الهزار يا خواجة وشه يحمر والله العظيم أنا بتكلم مصري زي وزي يعني مولود هنا هو وأبوه جده فيروح بسيط لك يقولك أنت اللي خواجة مش أنا تعالخ ده كتوهك في حواري مصر دي كلمة بول هنا تقدر تقول إيه بول جالية آه يعني بالتعريف آه بالتعريف المعتمد يعني لكن في حقيقة الأمر هو بول مصري ولا إيه فاهمين يا نقصد إيه بالموضوع أنني نسيت مبارح وأنا بحكي أمي فكرتني النهاردة الصبح قلتني أنت عدت حكيت على صحابك اليونانيين ونسيت أنه إحنا فيه عندنا فرع كامل في العيلة نصهم يوناني أمهم يونانية وده حقيقي بس هي حدوتة طويلة هاعد أحكيها لكم أحكيها لكم الحدوتة اليونانية أنكل علوي وأنكل عادل حافظ الله يرحمهم يا رب كويس طيب هم قريبنا يعني بس قريبنا بالطريقة اللي احنا بنسميهم خالي لو أولاد خال الأم حاجات كده حدوتة سيبنا من التفريع العائلية تاني الولدة يونانية والأب كان ظابط جيش مصري زمان الكلام ده الناس دي لو ربنا سبحانه وتعالى يعني كان مدد في عمرهم هتلاقي النهاردة الناس دي عندها بتاع 88-89 سنة يعني أنكل عادل كان هيبقى عنده مثلا حوالي 88 وأنكل عالوي كان هيبقى عنده يجي 90-91 سنة فأنت متخلل بقى والدهم الله يرحمه كان ظابط زمان خالص خالص في بدايات القرن العشرين كده في النصف الأول يعني في الربع الأول كمان وبعدين طلب موافقة أنه هو يتزوج والدتهم رحمة الله عليها فخد الموافقة بطبيعة الحال لازم يعني ده ظابط جيش الحكامة ليش سهل يعني فخد الموافقة الولدين الاتنين أنكل عالوي وأنكل عادل رحمة الله عليهم وهم لوقات سابقين كانوا بالمعاش إلى أن اختارهم رب العزة إلى جواره رحمة الله عليهم هنا بقى ده الجزء بتاع جوة العيلة عشان بس أوضح لك حجم التعشيئة التمازج التجانس الاختلاط ما بين المجتمع اليوناني بالتحديد والمجتمع المصري ما بين الجالية اليونانية بالتحديد وما بين المصريين في جليات كتير عاشت في مصر الإيطاليين عاشوا في مصر النمساويين زي استفان روستي بالمناسبة كان أبوه نمساوي أمه إيطالية عايش في مصر استفان روستي إمبراطوري الإف الشعبي فيش بعد كده يعني مدام تسمحين لي بالرأس دايق يعني استفان روستي أنت تصدق بالمناسبة أبوه كان من نبالاء النمسا من العائلة المالكة مهم يعني الله يرحم الجميع ده على سبيل المثال إيطاليين نمساويين فرنساويين إحنا قلنا إيه يونانيين وإيطاليين ونمساويين وفرنساويين وأبرصة وملطيين طيب كده ده كلهم من أوروبا وأظن بقى كان عندنا لا هو أكيد كان عندنا من سوريا ومن العراق ومن لبنان ومن المغرب ومن تونس على سبيل المثال الأستاذ الكبير عميد الشعر العامي في مصر اسمه إيه بيرام التونسي أنت فاكر كان اسمه التونسي عشان إيه أنه دلق بالعيلة هو لأنه عرف واشتهرة في المجتمع المصري بجنسياته ووطنيه الأم الأصلي تونس الخضراء الجميلة ده على سبيل المثال هنا عشان تفهم شكل التماذج جوة المجتمع المصري عمل إزاي أحد أهم وأكبر الفقهاء والمفكرين الإسلاميين في مصر اسمه إيه جمال الدين الأفغاني جاي منين من أفغانستان وما الاسمه الأفغاني ليه وهكذا هنقعد نتحدث ولا حرج يعني فإزاي مصر بس مش هيخدنا الوقت كله النهاردة يعني عشان لدينا حاجات كتير عزيزي تتكلم فيها بس أظن مهم أن احنا خلال الفترة الجاية نقعد نفكر مع بعض إزاي مصر كانت حالة جامعة حقيقية بامتزاج كامل مع أي مجتمع دخلها أنا من الناس التي لا تعترف على الإطلاق بمصطلح أصل مصر تم احتلالها في دول عمل التواجد عسكري في مصر لكن تم احتلالها أي غيرت في اللسان المصري غيرت في الثقافة المصرية غيرت في عادات وتقاليد ومبادئ راسخة جوة المجتمع ما حصلش كان العكس دايما هو الصحيح المصريين زكائهم المجتمعي أو الاجتماعي زكائهم العاطفي زكائهم الجيني إن أردت خلاهم عرفوا ياخدوا من كل المجتمعات اللي جت من أيام الإسكندر لحد حتى الإنجليز اللي هم عملية ما عاشوش في مصر يعني هنفترض لما جم 1882 مع الألم والأسف الشديد المصريين خدوا اللي على مزاجهم بس اللي على إيه مزاجهم بس طب أنا هدحكك الكشري هندي ولا مصري هندي أو النعمة ده أكلة هندي عرفناها إحنا إمتى بقى أيام الحرب العالمية الأولى طيب إزاي كانت مصر للأسف الشديد فيها هذا التواجد العسكري البريطاني كذا الحال موجود في الهند بس الهند بقى تم احتلالها فحتى تلاقي الهنود عندهم في مفرداتهم كلام إنجليزي كتير إلى آخر حدوطة تانية مش دي القصة يعني فالجنود الهنود اللي اختلطوا بالجنود والمصريين أثناء الحرب العالمية الأولى علموا المصريين أكلة الكشري أكلة حبوبة وظريفة ولطيفة وتشبع وتلكم المصريين رحوا مزودين عليها شوية حاجات رحنا مزودين بقى إيه شوية عتس على شوية حمص ظبطنا الدنيا زودنا التوم أكتر في الأكل الهنود كانوا يزودوا الشطة أكتر فحتى الكشري ده شوف إحنا لما اتعاملنا مع الهنود خدنا إيه خدنا أكلة على المزاج النهاردة عندما يذكر الكشري يذكر باعتباره أكلة مصري الهنود من حقهم يطلبوا حق ترخيص الكشري ترجمة نانسي قنقر